اخواني الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي هو رائع ومتير ومزيان وهو فيديو يعني تابع العملات واخليم في جيج اللي هي مدينة بورفا بالاخص وهي مقهى الشقة هذا مقهى الشقة للاخوان قويدري دريس وهذا المهم تحياتي لكم تبارك الله عليكم وكاين قويدري حسين والمهم جميع اخوان قويدري حياكم الله ورعاكم كنحيكم تبارك الله عليكم وهذا تبارك الله هاد الشباب ديالنا اللي اعطاول هاد المدينة هاد المنظر الجميل وعطوها هاد الحاجة اللي هي تبارك الله كتعود بالنفع على المدينة وكذلك كتولي منطقة سياحية محض لان علاج فيها بعض الاطارات وبعض الحويج اللي ورينكم سابقا في الفيديو اللول ودبارك نزيد لكم في الفيديو التاني اهنا اخويا كتشوهدوا بان هذا الرمان ضحك اللي بين لكم اللي فت هاد الاخطاء لدست دير الرمان ضحك وهنا بعض الاشجار المتميرة اللي ها هنتم ما كتش تلاحظوا بان فهاد السعارة ها كتعطي بعض الازهار وكتفتح تعطي الورود ولكن الما غادش تخلني الدكرة نقدر نقول لكم لوز نقدر نقول لكم خوخ ولكن هنا يلاحظوا بان التيو باش كيسقيوهم وكيعطوهم لماء الكافي ديالهم باش يعني هذوك الاشجار يبقى وشدين تبارك الله الجدور ديالهم تبقى خضراء والورق ديالهم يبقى خضر وتعطي الاخضرار والمنظر لهذا الطابعة اللي هنا اللي هي في مقهى الشقة اخي المشاهد الكريم لاحظ معي بان الصفرجل هذا الصفرجل هنا يا احتاه وعطى التمار دياله تبارك الله ورهق العوه المهم باقي فيه بعض الحبات اللي هما كيبينو هنا في هاد المشاهد انتع هاد الفيديو بان هاد الارض تبارك الله خسبة وكتعطي الغلة وكتعطي ولكن المشاكل اللي عندها هي المشاكل ديال المياه المياه جوفية معناش المياه اللي كتجري فوق الارض تحية تحية كبيرة لاخي المشاهد الكريم اللي كيتبع هالفيديو وهنا كما اشرنا لكم بانا كما قلنا لكم بانا رغمرا اني كنصوروا هنا يا هاد اللقطات المتيرة وهاد اللقطات الزينة وهذا الا والكاميرات انتع الحراسة رهم تابعيننا ولكن كما قلنا لكم في المشاهد الاول رح ناخذينا الاذن على مولن هاد هاد الباحة كالتما باحة هذه الاستراحة وفي نفس الوقت قهوة في نفس الوقت ما كانت ترفيه كانت بيسينات كان بعضي لازه بيسينت ما كان داروا قاعة ديال الحفلات ديال الاعراس وداروا بان هاديك القاعة ديال الاعراس داروا فيها واحد المحل خاص بالقاعة العريس والعروس باش كي يبدلو الازياء ديالهم في الوقت ديال الفراح وفي ديك البيت داير لهم دوش داير لهم طوالت داير لهم بيت خرا يعني خاصة للطروح اللي بغير وحتمى تحية الاخي المشاهد الكريم وهنا دا بك نشدو لكم هاد المناظر من بره وغادي نشدوها من الداخل من الداخل باش تشوفوا بان صحة الاقوال ديالنا في هاد الفيديوهات وفي هاد الشي اللي را كيتمش حاليا وهاده ما راح اكتبعوا معنا تبعوا معنا بدقة متنهية طارف تيفيد دائما معاكم يوريكم خبايا الاقليم هذا راح مكسب مكسب بزاف لهاد البلاد وكيما كيقولوا الناس اللي هما متقفين اضافة لهاد البلاد الكريمة وهنا هنا كتشوفوا هاد القاعة را كشدينها من هنا من البراء الخارجية وهنا نشدو لكم البير واحد البير عاو تانيكين هنا اخر وها هو هادو كتشوفوا هنا كتشاهدو المهم غادي نرجعوا معاكم باش نعاون نوريكم دائما المشاهد العظيمة ديال جبال المحاطة بهاد البلاس وراحضوا بانه هنما كينش هادك البرد ودك الريح ودك العجاج ودك شي اللي كيكون لان بوارفا جات في واحد البلاسة اللي هي دارقة ولكن اف يعني كما كنقولو لوطة هنا كنشد لكم بوارفا عن بعد من ديك المنطقة اللي راني في هدي الشجرة بعيدة علينا ولكن حاولنا بالكاميرا نشدو لكم بعد البنايات لمدينة بوارفا ومن بعد غادي من اللي نكونوا في القهوة غادي نشدو لكم صومعة من مدينة بوارفا اهنا رحنا كنت بشاو اهنا كتشوفوا القاعدة الحفلات اللي هي هادي راه دك شي الداخلي راه صوبو وغدي يزيدو الخارجي وهنا لاحظوا معي هاد المنظر الجميل اللي راه بزاف الناس راه شايفينو ولكن الحد السعافي حيرا من امرهم واش طموبيلات او ماش طموبيلات اهنا كتشوفوا بينا سيارات بالفعل وطلعوهم بوحت طاقة اللي هي صحيحة لتما يعني اه يعني كيديروا المنظر هنا بش يلجى السائح لهاد الارض السعيدة الا ويتجول ويشاهد ويدور هنا كتشوفوا هاد السبعة كما كان قولوا احنا هانتما شقة هذا هو الشعار ديال هاد القهوة وهانتما هنا حاليا شوفوا هاد السبعة هاد السبعة كيوزنوا على الاقل ستمية او خمسين كيلو الواحد وجابوهم من فرنسا الى مدينة بوارفا باش يعني يبينونا البلاد بان فيها وحد الحاجة اللي هي زوينة وجميلة وهذا راه يعني هادوك بحلا لاصقين على الارض ولكن راه تقول ديالهم وحت تقول لي هو عاجب وغريب والملاحظة اللي كان بان حاليا هاد المنطقة راه منطقة محروصة فيها العساس فيها الكاميرات فيها هذا لان علاش محروصة لان ما زال ما انطلقتش الخدمة ديالها حاليا لان السبب ديالها كما قلنا كيرجع الطريق وما زال هما عندهم شي اشغال خفيفة هنا كانوا ركولة بيسينات هنا هذا اللي في اليمين ديال الاطفال وهذا اللي في الياسار ديال الناس اللي هما كبار هنتم كتشوفوا بحال هاد البيوت اللي كتشوفوا هنا حاليا دايرين فيهم ديت والت وفو يعني وماكين لتغيير الملابس للناس اللي يكونوا يعموا او الاطفال اللي يكونوا يعموا هنا كتشوفوا بينا هاد الناس هادو تبارك العطاء الكثير الكثير لهذا البلاص شوفوا المناظر الجميلة اللي دايرين هنا كدكورات لهذا البلاص هنا هذا انتع الكرسي ديال المسبح هنا الكرسي ديال المسبح وهذاك بلومجور كما كيقولوا ولكن هاد الملاحظة ديال هاد اللي فوق الحجرة يعني يعطوكم تاريخ بحال داك الشي اللي كين في وليلي بحال داك الشي اللي كين في المدون المغربية في داك الشي ديال الحروب القديمة وهنا كيوريكو بالبوجي يعني هنا هذا البوجي او تاني دايرينو كديكور باش يعني الناس تتلها هنا القعار نشدها لكم هنا من الوجهة الامامية ديالها وغادي ندخلو لها باش غادي تشوفو بان هاد القعار را تبارك الله شي حاجة عظيمة ومزيانة وهذا هنا غادي تكون صهارات وتكون يعني اعراس في الصيف يعني قاعدة الاعراس وغادي تكون بزاف را جايبين لها الدكورات وجايبين لها الاضواء اللي جود لوميار كما كان قولو احنا جميع انواع الاضواء اللي غادي تكون والباف والموسيقى وجايبين لسين يعني كما الناس اللي كيعرفو في هات الشي ديال الصهارات جايبين واحد لسين كبيرة ديال الصهارات الكبار وغادي تكون تما باش يلا كان شي اوركيسترا او جوق او هذا يعني ما كيحتاش يبقى ويدورو البلاس فين غادي يكون لان غادي تكون حتى ديك لسين مركبة ولكن ما غاديش يركبوه حتى الاخير المطاف لانه علاش بلوقيته اللي غادي يبدو يشارعوه في العمل ديالهم اهنا غادي نطلعو مع هاد الاسكاليي هاد الدروش هادو باش غادي نوري لكم شي حويج اللي هي تابعة لهاد القاعة ديال العروس والقاعة ديال العريس كما نقولو احنا القاعة المغطط ها انتو ما غادي نزيدو معاكم اهنا يا راحنا ماشيين غادي نقبضو هاد المحال هذا غادي نشدوه لكم ونشدوه لكم هنا بين هاد الدريبة اش كاين هنا 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 بين هاد الدريبة ديرين واحد المحال اللي هو هنا غادي يكون بساروت دياله وحتى هو اه يعني كيكون مراقب للناس اللي كيكونوا مع العريس يعني العائلة ديال العريس فين حطوا الحويج ديالهم اللي خافوا عليهم يتسرقوا او شه هاجه لان عندها غادي يكون عندها واحد ساروت موصد مزيان وشوفوا الجبال المناظير ابنين مادرت مناظير خلابة ورائعة وجميلة اه هنا اخوتي غادي نرجعوا بكم معاو تاني الوراء لان علاش غادي نوليو اللي هنا يا نشوفوا هاد القيمة ديال الجبال تبارك الله اللي ضيرين بيهم شوفوا القيمة كديرا هاد الجبال وهذا الجبال تاني المحادي احداه احنا كن نحاولو نقبرو لكم دائما بالكاميرا ونقربو لكم المشهد باش يعني بنادم يتفرجوا مزيان اهنا غادي نرجعوا مع الدريبة ديالنا نخرجوا حاليا نمشي لديك الدار يعني المحل اللي هو غادي يكون فيه العريس والعروس كي بدلوا الكساوي ديالهم وكتكون فيه حتى النقافة النقافة كتكون هنا ها هو حتى هو في اطار الاشغال دياله كي يقريب يكملوا داك شيء وهنا نراه فيه اه طوالت وفيه دوش يعني على حساب العريس والعروس وفي نفس الوقت غادي نزيدون وريكم واحد حاجة اخرى اللي زايدين ها هوا هنا داين داك شي بحال داك شي خارجي يعني برا جابوه يعني باش يعني بينو للناس هنا كن وريكم هاد المنظر من داخل ديك البيت كن وريكم هاد المنظر هذا اللي يعني يروع اروعة تبارك الله مناظر خلابة مناظر جميلة مناظر شيقة هانا غادي نرجعوا بكم حاليا المحل اللي راني فيه هانا دا براشتورا قبضت وغي عن بعد وهانتو ما غادي ندخلكم هاد البيت هاد البيت يعني بحال العريس الى كان غادي يروح لارس واضي الوتمة بلا ما يحتاج عادي هبط دارهم ولا المدينة ولا يقدر يروح في هاد المكان هذا لان هادك البيت خاصة لارس والعريس اهنا خرجنا البرة باش عاود غادي نور حاليكم غادي نزيدوا معاكم هانتو ما حاليا شتو هاد المناظر را شتوها يعني را فيغين را كوم فيغين عنها نخرجوا البرة حاليا باش غادي نشوفوا المنظر ديالنا تبارك الله ديال هاد المتنزه وهاد المنظر جميل اه اللي هو هنايا حاليا تبعوا معايا غادي نجبدلكم مدينة بو عرفة عن بعد من فوق هادك المنظر هم دين تبعوا عرفة بين هادوك الجباب بلنا نقبضنا لكم حتى الصومعة الصومعة حاليا نقبضناها لان علاش الكاميرا عنا مجهدة هايا حاليا فول اشد دي وغادي نزيدوا معاكم الامام ولكن المراحظة اللي كاينة بان رغم ان انا كنصور انا في نفس الوقت كنصور لان كاين كاميرات ديال المراقبة هنايا كيما قلت لكم كاين كاميرات ديال المراقبة لان علاش المكان جيش ونائي وهذا كين عساسة او تاني اللي عسين المكان وهذا وراهم حاليا كيقوموا بالمهام ديالهم اخي المشاهد الكريم تبع معانا بان انا دائما راها كان تبع لكم المناظر الطبيعية والزيناء هنا تطالعين معالي سكالية باش غادي نوريكم المكان اللي راه فيه العساسة الفوق ها يعني هاد المكان هنا كينين العساسة الفوق ها لان علاش هذا مخصص غير الناس اللي غادي يكونوا خدامين في القهوة وفي العساسين اللي غادي يكونوا بحل حاليا دب العساسين را مساكنين تماه وهذا راه مكان كبير يعني فيه شي تلا تسكنت تقريبا ولا هذا اللي فوق القهوة وهنا غادي دائما كيتير الانتباه ديالي المنظر الجميل اللي كان طلع الهاد اللي تريب يعني هاد البالقوات إلا وكاتب اللي بوارفا وكان جبدها باش نبيلكم بان بوارفا راها بعيدة على هاد المنطقة ولكن ما بعيداش يعني في بزاف واحد المسافة ديالجوش كيلومتر ولا ولكن تبنهم السلطة كما قلنا المجلس الجهة المجلس البلدي المجلس القراوي العاملة ينتابهوا لهذا المشروع العظيم باش يديروا الطريق باش يكون يعني يخفف على الناس المتاعب ديال داكلاب بيست لان حتى داكلاب بيست رادرنا رادع افتسوير في اللول اللي ان راكوش تطمو بالكي قتنقز ولكن احنا نتمنى باش غادي يلفت الانتباه ديالهم والنظر ديالهم لهذا الشي هذا باش يعونوا هاد الناس لان هاد الناس را يستهلوا كل الخير تحية المشاهد الكريم اخي حياكم الله ورحنا زايدين معاكم بكل دقة متلهية كنعطيكم توضيحات على هاد الشي انتو ما هنا جيت من هاد الجانب عاود عجبني هاداك المنظر وقاتي ريتو ديالدوك السيارات ورانا معاكم دائما طارف تيفي كيوريكم خبايا اقليم فيقي كيوريكم المناظر اللي كان في اقليم فيقي كنوريكم اي حاجة غيبة عليكم تحية لكم تبارك الله عليكم هنا حاليا دروك كن هبطو مع الاسكاليي رحنا هبطيين الهنا الامام لاش باش غادي من بعد نشدو لكم اشتركوا في القناة